أهلاً وسهلاً بيكو دي الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة ترجمة ونقاش حواري الحصري مع دكتور راماني الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نعمة الخوف الصحي وأهميتها لإنقاذ الحياة وعن الرجولة السامة اللي بتعتمد على السيطرة والاستحواذ التام على حياة الضحية والفرق بينها وبين الرجولة الصحية اللي بتحمي وتساند وتعطف وتتبادل الاحترام وكان آخر سؤال لدكتور راماني اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن سبب تقبل الضحايا للأذى لمدة طويلة ونبهتنا في الإجابة لخطر الميديا والروايات الرومانسية والدراما في ترويج الشكل المرضي من الاستحواذ والعنف باعتباره جزء لا يتجزأ من الحب وقلنا هنكمل الحلقة دي في نفس النقطة بمزيد من التفاصيل ونكمل آخر جزء من الحوار النهاردة هنتكلم عن النقاط الآتية في الحلقة الدسمة دي برضو أهم المهارات ومواطن القوة اللي لازم الناس اللي في علاقات نرجسية ينموها عشان يقوموا التأثير السام هل الصح نستمر ولا ننهي العلاقة النرجسية هل يحب النرجسي فعلا ويقصد إيه لما بيقول بحبك وهل يمكن علاج النرجسين تماما وإعادة تأهلهم للحياة الطبيعية والعلاقات الصحية وإزاي نحمي نفسنا من التعامل مع أفراد الأسرة النرجسيين غير الأزواج يعني العلاقات داخل الأسرة اللي هي غير العلاقات الزوجية وهل ضحايا النرجسيين ستات أكتر ولا رجال عشان نرد على السؤال اللي الكل بيسأله وإيه سبب انتشار النرجسية بهذا الشكل الواضح في العالم ونقدر نقاوم المشكلة دي إزاي فدي كل الأسئلة اللي جاية في حلقة النهاردة هنجاوب عليها كان السؤال بقال بعد كده سألت أكتور رامني وقلت لها إيه أهم مهارات ومواطن قوة الستات اللي بالفعل في علاقات مؤذية والنرجسية حاليا ومحتاجين ينتبه ويقول حاجات دي عندهم وينموها عشان يستعيدوا سيطرتهم على نفسهم وحياتهم ونفسياتهم قالت لي أهم حاجة ينتبهوا إن مهارات التواصل الصحية اللي بتنفع في العلاقات الطبيعية ما لهاش أي فايدة مع النرجسيين بمعنى لو راحوا قالولوا أنا عرفت أنك بتؤذيني ودلوقتي أنا محتاجة احترام أكتر وأستاهل حب حقيقي وواواوا مش هيقول لهم آسف آه اتفضلي هيغضب ويقول لهم يعني هيقلب عليهم بالغضب النرجسي هيقول إخرسوا ويسي احترامهم ومعاملتهم أكتر من كده وإحنا نقشنا النقطة دي بالتفصيل في حلقة من فاصلة قبل كده اسمها هل نواجه النرجسي إننا عرفنا إن هو نرجسي اسمعوها عشان تسمعوا الكلام بالتفصيل فالأساس إن كلنا نستحق الاحترام والتعاطف والحب والتقدير ده كلام دكتر راماني فلو لم تكوني تحصلي على هذه الأساسيات في علاقة نرجسية أهم حاجة ساعتها تضبطي توقعاتك من هذه العلاقة بحيث تكون توقعاتك واقعية على اللي بيحصل قدامك فعلا مش أحلام مستحيلة لأن الحقيقة هي أن النرجسيين لا يتغيرون ده كلام دكتر راماني فمهما عملتي خصوصا لو ده بيحصل في ثقافة تتقبل السلوك النرجسي وتشجع عليه هما مش هتغيره ففي هذه الحالة لازم تتقبلي هذه الحقيقة لما تشوفي الحقيقة دي هتبطلي تتخيلي إن في إيدك تغيري أو تحسني وهتبطلي تنتظري إنه يتغير بمعجزة ما ولكن هتبدأي تشوفي أنت المفروض تعملي إيه لنفسك عشان تعيشي حياة سليمة وصحية وجايز يكون ده مش هيتحقق خالص من خلال هذه العلاقة بالذات ولكن في علاقات أو مناطق أخرى في حياتك زي علاقاتك الاجتماعية وشغلك ودراستك وأسرتك واهتماماتك الأخرى بما فيها الدين والروحانيات عشان تقدري إن أنت تضبطي نفسيتك وما تنهاريش من كتر الضغط تحت علاقة نارجسية فدكتور رماني بتنصحكو بتقول بطلي تكسري قلبك بنفسك كل يوم وإنتي منتظرة المستحيل هتبقي عاملة زي اللي بيروح كل يوم يملى ميا من البير فيلاقي البير جاف فيرجع خائب الأمل وينتظر لبكرة عشان يروح تاني يكرر نفس الإحباط مفيش حاجة هتتغير بكرة ولازم تواجهي هذه الحقيقة هي بقى بتقول طبعا لو الضحية بثقافة مفيش فيها طلاق مثلا لو ده لو بنتكلم على علاقة زواد وفي ثقافة مفيش حاجة اسمها طلاق ده هيكون صعب جدا على الضحية وبالتالي هتبقى كأنها عيشة في صحرة ده كلام دكتور رماني ولازم تدور على أي مصادر للميا مهما كانت قليلة في كل شيء حواليها في كل علاقة حواليها وتعترف إن علاقتها النرجسية مش أحد هذه المصادر لإكسير الحياة اللي هي بتدور عليها فسألتها يا دكتور رماني هل يحب النرجسي إحنا عارفين يعني إن إحنا قلت لها إن إحنا جاوبنا على السؤال ده في حلقتين قبل كده هل يحب النرجسي وما معنى أحبك عند النرجسي وإن هي كانت أحد مصادري في المعلومات في الحلقتين دول فاسمعوهم هتلاقوا فيهم تفاصيل كتير فقالت نفس الكلام اللي قلنا في الحلقتين باختصار إن تعريف النرجسي للحب مختلف ويعني أشياء مختلفة عن الشخص العادي لإنه غير متطور في هذه العاطفة خاصة إنه حرفيا معاق في التعاطف ما عندوش تعاطف مع الناس وإنهم مش مهتمين بصدق بأي حد تاني غير نفسه فلما بيقولوا بحبك معناها مخيف لو قارناه بمعنى الحب عند الإنسان الطبيعي فاسمعوا تاني الحلقتين بالتفاصيل هل يحب النرجسي وما معنى أحبك عند النرجسي هتلاقوا فيهم كل التفاصيل زي ما شرحت هلنا دكتور رامني في فيديو بتاعها هي على قناتها في كل هذه التفاصيل طيب نعمل إيه؟ بتنصح بقى أن انتوا تسألوا في أول العلاقة إيه تعريف الطرف الآخر للحب أي إنسان يدخل في أي علاقة عاطفية علاقة زواج مع أحد لازم قبل ما يبدأ يدخل بجد في العلاقة يسأل أنت إيه تعريفك للحب ويسمع كويس جدا جدا ويقرر على هذا الأساس النرجسي عمره ما هيديكم إجابة شقفية هو نفسه ما يعرفش يعني إيه حب غير تحقيق رغباته وإسعاد نفسه باستخدام الآخرين وهتلاقوا كل التفاصيل في الحلقتين المفصلين عن إجابة هذا السؤال هنا بقى هفكركم بالتمرينات اللي عمل لها قبل الحلقة دي عشان نتوصل لأحد أهم وأخطر مصادر تشويه توقعات الناس رجالة وستة من الحب والزواج بحيث يبقى أهم هدف في حياتهم حالة الحب الرومانسي الملتهب الدائمة دي الحالة نفسها مش الشخص الحالة فهما بيدوروا على حد يشتغل كومبارس في القصة اللي هما بنينها جواد مرة ويفضلوا طول عمرهم يبحثوا عن وهم ومستحيل التحقيق ويقيسوا عليه توقعاتهم فطبعا بيشعروا بالإحباط والتعاسى عدم الرضا عن نفسهم وعن حياتهم وعن شركاء حياتهم لأن ما فيش حد حياته شبه الرومانسيات اللي موجودة في الأفلام والمسلسلات والروايات والأغاني العاطفية لأن معظم مواضيعها بتتكلم إما عن الهجر والخصام والخيانة والفشل في الحب من ناحية فيبقى الإنسان داخل وهو متوقع الفشل ومستني يحصل له كل الآلام دي وأن الحب بهدلة أو الناحية التانية المبالغة في الحب الرومانسي الخيالي اللي لا يتغير أبدا بقى بتحت أي ظروف ويفضلوا الناس عايشين كده فوق السحاب البنبي طول عمرهم لغاية ما يبعندهم تسعين سنة وطبعا ده حاجة تهيئات ما فيش حاجة اسمها كده والمفاهيم بقى كمان مع حاجة من الاتنين دول فيه مفاهيم مرعبة جدا في الميديا وفي الروايات الرومانسية وفي الأفلام وفي الأغاني وفي المسلسلات بتربي ضحايا جدد للنرجسية عبر الأجيال مثال البنت المهزبة المتربية الرئيقة اللي لازم تحب واحد بلطاجي أو صايع أو مدمن وتقف وش أهلها ومجتمعها عشان خطره وتمنحه ثقاتها وحبها وسعاد جسمها كمان فسحرها الفتاك ده بقى بيحول المجرم لملاك والصايع لجنتلمين وطبعا لما يضربها لازم تترمي في حضنه وتعيط فيحبها أكتر ولما يلمسها أو يقبلها غصب عنها رغم المقاومة وده مشهد موجود كتير جدا حتى في الأفلام القديمة اللي احنا بنعتبرها عامنا زي الكرتون حتى الأطفال الصغارين بيشوفوها المشهد ده موجود كتير جدا واحدة بتقاوم ومش عايزة وهو بيكبرها ولكنها لازم تستسلم وتعترف أنها مستمتعة بتحرش ولما يشتمها ويبهدلها ويخونها لازم تستحمله عشان هي بنته أصول ده الأفكار اللي موجودة في الأفلام والمسلسلات وممكن تهرب معاه غصب عن أهلاء وتتجوزوا وده موجود في الأفلام اللي بيدوسوا دلقديمة ده غير أن في الأفلام الزواج هو النهاية السعيدة بينزل تتري الفيلم النهاية لما العريس والعروسة لولولولي مشوا في الزفة اتجوزوا يلا النهاية بينما في الحياة الحقيقية الزواج هو بداية الحياة الحياة تأتي بعد الزواج الزواج مجرد حدث مهم من أحداث الحياة ولكن بسبب فكرة النهاية دي بقى كل تركيز الناس على الفرح وشهر العسل والاستعدادات والشبكة والشو بتاع الفرح نفسه ومحدش بيستعد الحياة نفسها اللي بعد كده كأنها تيجي من الهوى لوحدها وبالتالي كل هم أي بنته وأهلها توقع عريس كل أهم أي ولد وأهله يلاقي عروسها بسبب هذه الثقافة الغريبة وبس محدش بيقول لهم يعملوا إيه بعد ما المولد ينفض ويكتشفوا أنهم اتدبسوا في بعض باقي عمرهم فعلا من غير خريط الطريق ولا أي معلومات تفيدهم في مواجهة الحال حقيقية الكلام فازل موضوع كتير جدا فأنا قررت أن أنا يعني هقول الكلمتين دول وبعدين حفرة حلقة منفصلة بعد الحلقة دي إن شاء الله نتكلم فيها عن الموضوع ده الواحدة وعشان أتكلم براحتي لإني لقيت معلومات اللي عايزة أشاركها معاكم تفاصيلها كتير جدا وفيه أبحاث علمية وفيه حاجات كتير لازم الناس تعرفوا فخلونا نرجع للتمرينات بالذات أنا طلبت منكم 3 تدريبات خلال الأسبوع اللي فات ما بين الحلقة اللي فاتت والحلقة دي تدريب أكتر فيلم أثر فيك سلبا أو إيجابا وشرح لنا بالتفصيل اتأثرت إزاي وكان فيه تدريب كمان أكتر موسيقى تصويرية أثرت فيك فيلم أو مسلسل عربي أو أجنبي قولنا هي إيه وتدريب فرق التوقعات قولنا فرق التوقعات قبل وبعد الزواج كان نفسكو أو كنتم متخيلين الحياة الزوجية عاملة إزاي ولما تجوزتوا لقيتوا إيه فأنا هحلل لكم بسرعة الإجابات اللي جات لنا في الثلاث تدريبات دول على فيسبوك وعلى قسم المنتدى في القناة في مئات التعليقات على كل واحد منهم أولا ما يهمني فيه تدريب أكتر فيلم أثر فيك سلبا أو إيجابا وتشرح لنا بالتفصيل إنه كلكم بلا استثناء لم تترددوا نهائيا في إجابة السؤالين عن القصة الدرامية والموسيقى التصويرية المؤثرة وبعضوكو أجاب إجابات تفصيلية مطولة وبعضوكو أجاب عدة إجابات محدش قال ما تأثرتش ولا حد فيكو قال لا إيه السؤال الغريب ده أنا ما تأثرتش بأي فيلم في حياتي أو ما تأثرتش بأي موسيقى تصورية حتى اللي قالوا بطلنا نشوف دراما كان بناء على انتباههم للتأثر مش لنعدامه لو كنت عدت سنة نظريا أحاول أقناعكو إننا بنتأثر جدا بأي دراما مرئية أو مكتوبة أو مسموعة حاولنا نقنع نفسنا إننا مش هنتأثر لإننا عارفين إنها مجرد تسلية كنتوا هتعرضوني بشدة وهندخل في جدل صفصة يملوش نهاية لكن بالسؤال البسيط ده أنتوا بنفسكو جوابكو جوابتوا عليه الألوان والإضاءة وزوايا التصوير وسرعة المشهد أو بطءه والموسيقى التصويرية المصاحبة المشهد كل دي أدوات تأثير عاطفي فعالة جدا لذلك بتاخد جواز لو حزفناها من العمل الفني هيفكد تأثيره لو شيلنا الموسيقى التصويرية من أي فيلم واخد عشر خمستاشر أسكر هيفكد تأثيره بعضوكو قال إنه استفاد من الدراما أو من القصص أو من الأدب اللي قرأه فوائد زي فهم المشاعر الإنسانية وأحداث التاريخية بعضوكو قال أضرار نفسية واضحة تتراوح ما بين البكاء والاكتئاب والكوابيس وفقد الثقة في الحب وفي الناس وبعضوكو بدون ما يشعر حتى قائمة بأفلام شخصية البطل فيها نارجيسي أو سايكوبادي وشخصية البطل ضحية للعلاقات المؤذية معاه وبعدين هما نفسهم دلوقتي ضحايا للعلاقات المؤذية تفتكروا ليه هنا هنبدأ ننتبه للخطر عقلك في الحقيقة مش بيفرق بين القصة على الشاشة وحياتك الواقعية بيعتبرها موقف عادي زي موقف الحياة كأنك كنت جزء منه لأن أنت وأنت بتتفرج بتحط نفسك لشعوريا داخل العمل الدرامي لذلك الناس اللي بتحب تقرأ دايما هتلاقوهم بيقولوا أنا بحب أقرأ الرواية ما بشوفهاش فيلم لأن خياله خصب الشخص الكرييتف خياله شغال أحسن من الفيلم فما بيحبش يشوف حد تاني مصور له الفيلم مختلف عن اللي هو حس بيجوه ودماغه لما أرى الرواية بالتالي إيه اللي بيخليك تستمدع بالرواية أنت بتحط نفسك جواه تتخيل نفسك واحد من شخصيات الرواية سواء البطل سواء أي حد تاني وبالتالي عقلك بيتعامل مع هذه الأحداث التخيلية الدرامية كخبرة وذكريات ومشاعر أنت شخصان من رد بها مهما حاولت تقنعني بعكسة ذلك هحطي لكم روابط في وصف الفيديو للمصادر العلمية للكلام ده لغاية الحلقة الجاية إن شاء الله لما نشرحه بالتفصيل هنقيس على كده بقى بسهولة الكصص العطفية تلاعب نفسي احترافي متعمد وخبراتك الشخصية عشان يخليك تتعاطف مع القصة أو تتعاطف مع أي شخصية احنا عايزينها حتى لو كانت الشخصية الغلط بغض النظر عن توافق الشخصية مع مبادئك وقناعاتك من عدمه لذلك بعضوكم في إجابة السؤال قالوا إن هما تأثروا بالأفلام اللي كانت فيها الزوجة خاينة مثلا وبقوا مستغربين نفسهم هما ليه متعاطفين مع واحدة بتخون جزء لأن الفيلم كله رايح في هذا الاتجاه وبيكبرك تتعاطف مع الشخصية حتى وهي بتعمل حاجة من وجهة نظرك في الحال الحقيقية غير أخلاقية وبالتالي سهل جدا نغير قناعاتك ومبادئك وقواعد حياتك بهذه الأساليب اللي هي معتمدة على التلاعب النفسي لأن الخبرة المزيفة دي بتقول عكس اللي انت كنت مقتنع بيه قبل ما تتعرض لها هتلاقوا في وصف الفيديو ده تاد توك بيشرح محاضرة في مؤتمر تاد يعني بتشرح تجربة مهمة اتعملت على مشاهدي أفلام الرعب وجدت أن كل ما الفيلم كان مجسم ومقنع الاستجابات الجثمانية عند المشاهدين التي يمكن قياسها سرعة النبض والتنفس تعالوا بشكل واضح يمكن قياسه حتى وهم عارفين أن دي تجربة وأن ده فيلم وحتى لما العلماء اللي بيعملوا التجربة طلبوا منهم ما ينفعلوش ما قدروش لأنهم بيتخيلوا نفسهم في الموقف كأنه بيحصلون في الواقع والحل الوحيد عشان ما يتأثروش بالفيلم هو أنهم لا يستمتعوا بالفيلم لأنهم هيبقوا هيبقوا طول وقت مفكرين نفسهم أنهم يبقوا براء لا يصدقوا القصة لا يتفاعلوا معها لا يشعروا بها ولما طلب منهم المحاولة وده تحت الاختبار يعني إحنا بنقيس جسمهم بيحصل فيه تفاعلات قدي ما قدروش يقاوموا المدة طويلة حتى هم مخهم واعي وبيحاول يقاوم لأن المخ وجهز الرؤية العين والعصب البصري والمخ لا يستطيعوا التفريق بين الفيلم والحقيقة ده بجانب حقيقة كتير من أنا مش عارفينها وهي الأخطاء التاريخية الشنيعة في معظم الأعمال الدرامية اللي بتقول إنها بتجسد أحداث تاريخية لأن العمل الدرامي في أساسه وده اللي هشرحه بقى في الحلقة المنفصلة إن شاء الله هو عمل تخيولي هو مش فيلم تسجيلي الفيلم التسجيلي هو اللي بيجيب المفروض أحداث حقيقية وقعية زي ما حصلت بالذات ولكن الفيلم حتى لو معتمد على أحداث تاريخية دايماً هتلاقوا في الآخر مكتوب إن ممكن تكون فيه تغييرات وإن أي تشابه مع الواقع مش عارفين إنتوا عارفين الدباجة اللي بتبقى في أخر الأفلام في النهاية الدراما عمل خيالي مش فيلم تسجيلي فما ينفعش نستقي معلوماتنا الحياتية ولا معلوماتنا الأخلاقية ولا حتى معلوماتنا التاريخية من عمل درامي هديكم مثال بدون الدخول في تفاصيل جوجل مثلاً الأخطاء جوجل الجملة اللي هقولها دي الأخطاء التاريخية في فيلم الناصر صلاح الدين وشوفوا بنفسكم وقيسوا على ده أمثلة أخرى كتير وبالتالي مهما حاولنا نقنع نفسنا إننا عارفين إنه تمثيل ومش هنتأثر للأسف ده علمياً مش حقيقي ونشرح بمزيد من التفاصيل في الحلقة الجاية إن شاء الله هحط لكم روابط الإجابات على التمارين شوفوها بالتفصيل فيها معلومات كاشفة جداً بصوا على كل الإجابات هتلاقوا فيها معلومات كتير جداً وهتفسركم ليه الناس بقيت بتستشهد مواقف الدراما كأنها خبرات حياة حقيقية كأنها كأن حد حكالهم قصة يعني حد قريبهم أو صاحبهم حكالهم experience وهي في الحياة مجرد مواقف تفرجوا عليه في مسلسلة أو في فيلم وليه الناس بقيت بيحفظوا الحوار كأنه نص ديني مثلاً أو أدب يقيمه مهم ويشغل حيز من الذاكرة والتفكير ده كلام خطير يا جمعة إن ده اللي بيشكل وعيك هنا هفكركم بنقب حلقة مهمة جداً وهي حلقة الانفلوانسرز عشان بتشرح لنا منين جات الفكرة الغريبة دي يعني مين طلع الفكرة دي أول واحد وازاي بتستخدم نظريات التأثير النفسي والتلاعب النفسي في الدراما وفي استخدام المشاهير للترويج والحلقة دي فيها تفاصيل كتير جداً فهحط لكم الرابط بتاعها برضو في وصف الفيديو وهنا نرجع بقى لأول نقطة خالص نقشناها في السلسلة دي في حلقة نمرة واحد بتاعت شبح القبر عن فكرة تأثير الدراما وتأثير الكلام وتأثير المشهد وتأثير الموسيقى عطفياً علينا وهو بيشرح لنا حالة هي العلاقة النرجسية وزي كلكوا تأثرتوا بالحلقة القصيرة دي لما شرحت لكم مشهد واحد في مصرحية شبح القبر هنرجع تاني برضو لأول نقطة نقشناها بعد ما بدأنا نتكلم عن تفاصيل الحوار عن ثقة المرأة في نفسها اللي بتتشوه بسبب الإعلام وده سبب اني بدأت السلسلة دي بالدراما المؤثرة بتاعت شبح القبر حبيت تبقى دي نقطة البداية والنهاية للسلسلة بحيث نركز جداً في الموضوع ده ونعطيه أهميته اللي يستحقها وده هيوصلنا للسؤال التالي الضحية بتقرر على أساس إيه؟ تقعد ولا تستنم احنا دلوقتي أنا بشرح كل الكلام الطويل ده عشان أقول لكم إيه؟ إن في تأثيرات عليكم مشغالة في ممكن تكونوا مش منتبهين لها خالص فلو في واحدة اتربط منه وهي طفلة على إن شكل الحب هو شكل علاقة النرجسية وعلى إن توقعاتها من الحب والجواز توقعات خيالية مبالغ فيها وعلى إنها لازم تتقبل الأذى كجزء من العلاقة لا يتجزأ بالعافية وبعدين لقت نفسها في علاقنا الرجسية بتعمل إيه بقى؟ بتقعد ولا تمشي ولا إيه؟ ولا بتحكم هي بتحكم على أساس إيه أصلا؟ لو كانت من ضحايا تصديق الوهم السينمائي الرومانسي غالباً هتستحمل أطول من اللزوم لإنها متخيلة إنها تصلح الشيطان واتحولوا الملاك بحبها زي بطلات الدراما وده بعض الإجابات اللي لقيتها في التدريب التالت اللي كان بيقول قلولي توقعاتكو قبل وبعد الزويد كتا عاملة إزاي؟ كتير من نوكو قالوا النقطة دي ارجعوا عشان كده بقول لكم ارجعوا الكمنس الردود على التمرين فهنا سألت دكتور راماني عن كتابها عندها كتاب اسمه أقعد ولا أستنى فاكرين أنتوا في الحالة الأراضنية لما قلنا أسامي الكود فقلت لها إيه إجابتك على السؤال الزهبي دا يا دكتور راماني اللي كل الضحايا بيسألوه أروح ولا أععد يعني أستمر ولا أمشي قالتلي بلا شك امشي اجري كمان مش امشي بس ولكن كتابي ما اسموهش اجري كتابي اسمه أععد ولا أجري ففيه اختيار تاني ولو كان ضئيل لأن في بعض حالات عندهم ظروف خاصة ما يقدروش يمشوا بأسباب قهرية زي أن ما عندهاش مصدر دخل أو عندها عيال أو مش تقدر تصرف عليهم لوحدها أو أسباب دينية تمنع الطلاق أو أو فلازم دكتور راماني اللي بتقول بما أن هي بتعالج الناس ضحايا نرجسية فبتقول لو جات لي كلاينت بالشكل ده لازم أحاول سعيدها أنها تلاقي طريقة ما تتعايش فيها بأقل الضرر مع حياتها دي المفروضة عليها بشكل ما ولكن بتقول بوضح لها بشدة أن في كل الحالات دي مش علاقة صحية ولا عمرها هتتحول لعلاقة صحية دي علاقة سامة حرفية فبقول لها أن اللي هيقرر يستنى لازم يفهم أنه هيتجرع سم كل يوم ولكن بالنسبة قليلة ولازم في الآخر تأثير السم ده يظهر فالبقاء مع شخص كاذب ومخادع وخائن وسائل عشرة لا يحترمك ولا يبدلك أي شعور طيب أنت أو أنت أنا بكلم دايما الستات أو الرجال يعني غصب عني بكلم الستات لكن الكلام للجميع هي فدكتور راماني بتقول البقاء مع شخص بهذه الصفات ولا يبدلك أي شعور طيب عمره ما هيكون اختيار صحي فلو تقدري تمشي امشي طبعا ولكن أتفهم أن الاختيار ده مش متاح لبعض الناس وبالتالي بحاول قدر استطاعتي أسعد عملائي اللي ده طلبهم ده كلام دكتور راماني تابع فسألتها من خبرتك في العلاج هل ممكن علاج النرجسيين بشكل ما يعني بما أن فيه ناس هتستنى في العلاقة يستنوا ويتئذوا ولا يعملوا ايه يعني يتقبلوا اللي هجرى لهم ولا يتصرفوا ازاي كنتم لاحظين أن كل ضيف بيجي لنا بسألوا نفس السؤال ده عشان ناخد إجابات مختلفة من وجات نظر مختلفة لكل الناس اللي بيشتغلوا في العلاج عشان تبقوا متطمنين تماما أن دي إن هي إجابة واضحة أو هي واحدة إجابة واضحة واحدة بتتكرر رغم اختلاف قالت إن التغيير مهما كان هيكون محدود جدا لأن عند أول مؤثر أو تحت أي ضغط هيرجع تاني زي ما كان لأن النرجسين ما بيعيشوش كويس تحت الضغط وده خلاصة تجربتها الواقعية في العلاج النفسي مع مئات النرجسين زي ما قالت قالت ما بيتصرفوش كويس تحت الضغط أو أمام الإحباط أو خيبة الأمل زي مشاكل الشغل أو الخناءات أو أي حاجة بتضيقهم ففي النقطة دي هيبقى عامل زي الأستك اللي شدناه على الآخر لفترة ولكن في لحظة ما هيرجع تاني بنفس القوة في الاتجاه المعاكس فكل اللي هنقدر نعمله إنهم مثلا نعلمهم يتحكموا في غضبهم شوية يقولوا لو سمحتوا شكرا يوصلوا في المعاد لأنهما بيحترموش وقت الآخرين لكن مفيش أي ضامن إن التغيير السلوكي ده هيستمر للأبد ده كلام دكتور راماني بفكركم تاني وطبعا ده هما مش مقتنقين إن عندهم مشكلة مفيش حاجة هتحصل فهما ساعد بيروحوا للدكتور لما يحصل لهم أزمة في الشغل مثلا فيحسوا بالاكتئاب ويتخيلوا إن المعالج معا عصى صحرية هتصلح كل مشاكلهم في دقائق وهي هنا وهي بتقول الجملة دي كانت منفعلة جدا بتقول لي تخيالي يعني إن هما بيبقوا متخيلين إن أنا حديهم دوا مثلا يصبحوا بكويسين وده طبعا مش هيحصل فبيبدأوا يتخنقوا مع المعالج ويقولوا عليه مش نافع وتنتهي رحلة العلاج عند هذين نقطة ده كان رد دكتور راماني على السؤال ده فقلتلها يا دكتور راماني واحد من مواضيعك المهمة هو كيفية التعامل مع النرجيسي داخل الأسرة ما يكونش زوج بقى أو زوجة يكون فرد ما في الأسرة وعشان أوضح لها يعني إحنا عايزين ناس مع منها إيه قلتلها زي ما أنت عارفة في ثقافتنا ممكن الناس يفضلوا في بيت أهليهم لغاية ما يتجوزوا فيبقوا أدالتس مش زي أمريكا يعني ما بيمشوش من البيت وعندهم 14 سنة ولا 18 سنة بيفضلوا قاعدين في البيت لغاية ما يتجوزوا إن شاء الله عندهم 40 سنة وبعض الأحيان حتى بعد ما يتجوزوا ويخلفوا بيفضلوا قاعدين في بيت العيلة وبالتالي بيفضلوا تحت نفس التأثير للتربية النرجيسية حتى بعد ما يكبروا مع أقارب نرجيسيين يضعوا حدود شخصية ويحموا نفسهم من الأذى النرجيسي قالت لي أول حاجة لازم وضع توقعات وقعية المعاملة النرجيسية السلوك النرجيسي يورث داخل نفس العائلات انتبهوا بقى النقطة هي واضحة جدا السلوك النرجيسي يورث داخل نفس العائلات مش يورث يعني يعني طبيا يعني مش بتتولدوا نرجيسيين لكن السلوك اللي حواليكو كله بيأثر فيكو أكيد الناس بتقلد الطفل بيتعلم ازاي بيأل الناس اللي حواليه فمش غريب قالت هي يعني فمش غريب ان حد يكون عنده أب أو أم نرجيسيين أو جدود نرجيسيين حيبص يلاقي عمامه وعماته واخواله وخالاته نرجيسيين وممكن يبقوا كلهم متطفلين على خصوصيات بعض وعندهم عنف في التعامل وعدم لطف وسخرية شديدة ومنظرة وطبعا ده صعب جدا لما حد يتربى في البيئة دي ولكن هي بتنصح بقى لما الشخص يكبر ضروري يواجه الواقع مثلا عنده أب نرجيسي فدي شخصيته مش هتتغير اما انه مسيطر متحكم متلاعب بكل ما نحاوله عاطفيا وتفر فالمشكلة ان لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتحصل فلو هو كبير الأسرة مفيش عقاب محدش هيقوله متعملش كده مفيش سبب يخليه يبطل وانتوا فاكرين التفاصيل من حلقات سامفاكنا ففي حالة أفراد الأسرة لو النظام العائلي يوافق على السلوك النرجيسي ويشجعه ولا يعاقبه مفيش تغيير هيحصل فلازم الشخص البالغ العقل يفكر في البدائل لو ما قدرش يمشي يسيب البيت يروح يستقل بحياته وروح بلد تانية يدرس في مكان يشتغل في مكان يحاول يلاقي علاقات تانية طبيعية يعتمد عليها في الشغل والدراسة والأصدقاء والجران والمدرسين وهكذا وفي نفس الوقت يقلل الاحتكاك مع الأقارب النرجيسيين فهي بقى بتنصحنا خلي الحوار دايما في مواضيع عامة خالية من الصدم والعواطف وبدون مشاركة معلومات شخصية خاصة عن خطتك المستقبلية ولا مخاوفك ولا نقاط ضعفك لأنهم طبعا فورا هيستغلوا ده ضدك حتى بالكلام يعني حتى بالتقطيم وتكسير المأديف وهيقنعوك أن أنت ما ينفعش تعمل حاجة وهيقنعوك أنت ما ينفعش تعمل حاجة المناعكو أن أنتو تعملوا لنفسكو فيه أنتو فاكرين التفاصيل بتاع فما تحطوش نفسكو في الموضع ده فدايما بدي المثل ده العملاء هي بتقول لو عندك تحفة غالية جدا تمانها ألاف لو وقعت وتكسرت هتفقد قيمتها هل تديها لطفل صغير عمره سنتين ما يفهمش قيمتها وغالبا هيدمرها الإجابة هي لا طبعا فإذا أحلامك ومخاوفك ونقاط ضعفك أشياء غالية لا تسلمها لأحد لا يعرف قيمتها وسيدمرها حتما ده كلام دكتور راماني وبتنصحنا دايما انطقوا مواضيع عامة زي الجو الأحداث العامة اليومية والأخبار وأي كلام ما يقديش لأي تأثير شخصي عليكم لما الشخص النرجيسي أو الأشخاص النرجيسيين يعرفوا تفاصيل حياتكم وأن كل مقللت التعامل هيكون أفضل فلما يهجموك أو يسخروا منك ما تحسش أن أنت مضطر ترد أو توضح أو تدافع عن نفسك هم مش سمعينك أصلا هم بيستمتعوا بأنهم يقولوا اللي يعجبهم ويؤذوا الناس تانية فوفر مجهودك وتجاهل التعليق تماما وقول آه ماشي عندك حق وخسب وما يمشو فبلاش تدخل في المواجهة وإخناها أملاش أي فايدة وهتبقى في الآخر مجرد إهضار وقت ومشاعر ودي كانت نصيحة دكتور راماني للتعامل داخل الأسرة مع النرجيسيين قلت لها طيب من خبرتك في العلاج هل الأكتر من ضحايا النرجيسية ستات ولا رجالة قالت لي أنا شوفت في عياتي ستات أكتر بكتير بالنسبة للعلاقات العاطفية ولكن في رجالة كتير برضو ضحايا نرجيسية في علاقات العمل من مدير نرجيسي أو أب نرجيسي أو من زوجات نرجيسيات طبعا ولكن هي بتقول غالبا الستات بيلجأوا للعلاج أسهل في أمريكا هي طبعا عادتها في لوس أنجلس فأي شخص سليم نفسيا تعامل مع نرجيسي لازم يتأثر سلبيا بدرجات مختلفة سواء كان راجل أو ست بالنسبة لعيادتها النسبة متساوية عشان الناس هناك بيروحوا يتعالجوا بسهولة أو عندهم تأمين صحي أو أتبر ولكن هي بتقول في باقي العالم أكيد الستات أكتر الرجالة ولكن الرجالة مش محصنين ضد الوقوع في علاقات استغلال نرجيسي قلت لها طيب أنا شخصيا مهتمة جدا بالبحث في دور الثقافة العالمية الحديثة في تطبيع السلوك النرجيسي واعتباره مقبول اجتماعيا فأنتي بتقولي أنك فعلا شايفة أن التكنولوجيا والسوشيال ميديا سهمت في تغيير شكل العلاقات بين الناس في العالم كله وعند الكتاب اسمه أنت مش عارف أنا ميني كيف تحافظ على عقلك في هذه الحق إيه أهم اللي اكتشفتي في هذا الموضوع يا دكتور راملي قالت لي فيه حاجات كتير جدا مثلا أن السلوك النرجيسي والمفاهيم النرجيسية هي نتيجة مفاهيم اجتماعية سلطوية ومسيطرة وأبوية مفهوم تام في المجتمع أن فيه نوع معين من التصرفات دي حاجة حلوة ودليل السيطرة والقيادة وبدأه فكل ما كان ده شكل المجتمع كل ما هنشوف مشاكل استغلال نرجيسي وعلاقات غير سوية ولكن السوشيال ميديا من وجهة نظرها هي وقود انتشار النرجيسية لكن مش هي اللي خلقت السلوك النرجيسي فلو اعتبرنا النرجيسية نار كانت مشتعلة من وجهة نظرها السوشيال ميديا هي الوقود اللي خل النار دي تنتشر لدرجة استحالة السيطرة عليها في الوقت الحالي قلت لها ليه؟ قالت لي لأن السوشيال ميديا ما كان يمجد الظهور الشخصي للحصول على تأييد الآخرين وده أحد أهم المفاهيم الأساسية في النرجيسية وكمان بتدمر صدق العلاقات لأن الناس بتتدعي شخصيات مختلفة عن حقيقتهم بيختلقوا شخصية بابلك عشان يتشهروا بيها وانلاين كل شخص عايز اهتمام وما فيش حد عنده وقت يهتم بحد تاني كلنا كل واحد فينا بيجري ورطنين عشان يدوه اهتمام وهتفكروا من هنا لما حكيت لكم في حلقة الانفلوانسرز عن تفاصيل فكرة اقتصاد جذب الانتباه ارجعوا الحلقة دي مهمة جدا في النقطة دي فبقوا الناس ما عندهمش وقت يهتموا بالعمق والتفاصيل الإنسانية زي الحب والتفاهم والتعاطف الصادق مش الحب الصناعي التمثيلي اللي بيطلع حلو في الصور ده كلام دكتور راماني وكمان بقينا بنعتمد على التشات والرسائل المكتوبة ففي حين انها سريعة فهي تفتقد تماما للتواصل الحقيقي والدفق الإنساني وحكت حكاية عن نفسها ان بنتها الصغيرة لامتها يعني انتقدتها ان هي صاحبة بنتها طلبت منها مساعدة بعثتها لها على text message فهي بترد عليها في وسط العيادة يعني ما بين two clients فردت رد سريع من غير ما تقول لها صباح الخير ولا شكرا ولا تقفل يعني قالت لها كلمتين في رسالة بسرعة ورمت لها الرسالة يعني فبنتها قالت لها مش كده عيب يا ماما مش المفروض ان انت ترد يعناس طريقة ألطف من كده فبتقول لها انتبهت ان فعلا من كتر ما احنا مستعجلين ومن كتر ما تشاهد بقى كلمتين بسرعة واحنا ماشيين بدأنا نفقد السلوك القويم والشياكة في التعامل والاتيكيت وكده وبعدين دخلت هي بقى لوحدها في مشكلة التحرش والاهنات online لان الناس مختفيين خلف الشاشات فبيشعوروا ان ممكن يقولوا اي حاجة ما يقدرواش يقولوها للشخص في الواقع فبيبقوا بيعملوا سلوك نرجيسي ألا وهو مهاجمة الشخص الآخر والسخرية منه والتعالي عليه واثبات ان هم احسن منه بما في ذلك السخرية والتنمر والاهنات والشتاء فقلت لها يعني انت هتقولي لي يعني انا ممكن اسمعك اترجملك الحلقات بالعربي اللي قبل الحلقة بتاعتك فبقت من وجهة نظرها ثقافة عدائية غير متحضرة تقوم على الهجوم والسخرية ومن الصعب تبادل مشاعر حقيقية وتواصل صحي في هذه البيئة اللي هي بيئة السوشيال ميديا من وجهة نظرها وقدت مثال بقادة العالم اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل عنيف وغليز ويوين الاخرين بدون رحمة طبعا تقصد رئيسها ترامب المفروض ان هو يكون قدوة ولكن هو ماسك تويتر طول النهار وبيقول اللي نفسه فيه بدون اي يعني راضع يعني ما بيفكرش قبل ما يكتب اي كلام حتى فيه اهانات شديدة جدا للأقليات وللستات وللمعاقين والجنسيات المختلفة والأديان المختلفة وا 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 فهي بتقول ان ده لما بيحصل بيعطي شجاعة اكتر للمسيقين لانهما بيشوفوا قدوة حد مسيطر وكبير ومشهور وا 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 بتضمر ثقة المرأة في نفسها فبتخليها طول الوقت بتجري ورا الوهم بتاع ان هي عايزة تشتري حاجات طول الوقت عشان تقدر ان هي تدخل السباء لان الناس يتم تقييمهم بماركة السيارة والساعة والموبايل والشنطة والأجازات فين والصور على انستجرام وا 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 فبدأنا نحكم ونقيم الناس بالمناظر كل ده كلام دكتور رامني فالنرجسيين بيشتروا الاحترام بيشتروا الاحترام حرفيا لاثبات نجاحهم وتفاقهم المادي فالنرجسية والمنظرة وثقافة الاستهلاك متعلقين ببعض وبيخلقوا الشعور النرجسي الضخم ده في العالم كله وبعدين يستخدموا السوشل ميديا لنشر التفكير والسلوك ده ويصبح ده هو الأسطورة اللي كل الناس عايزة تعيش فيها وننسى ان السبب الحقيقي ان العلاقات تدوم ويكون فيه سعادة حقيقية هو الاحترام والتعاطف والحنية ودي حاجات ما بتتشيريش بالفلوس مش بالمظاهر ولا بالألمزات ولا بالورود والحفلات وان مش من الجميل ولا من المطلوب اننا نجيب شخص يتحكم في كل تحركاتك وان ده مش حب خالص قلت لها طيب احنا يعني كنا لسه الحلقة لقبلك كنا لسه بنقول الصلة بين النرجسية والمادية وفيه ناس ما فهموش ايه العلاقة بين الحاكتين دول واستغربوني ان انا جبت السيرة دي في شرح حواري مع سان فاكنن فكويس قوي ان انت جبتي هذه النقطة الفكرة بتاعت ان الثقافة الاستهلاك بترسخ لمشكلة النرجسية لان هي بتضعف ثقة الضحايا بنفسها وفي نفس الوقت بترسخ فكرة المقارنات ان الناس بنقيمهم بالمادة بالحاجات المادية لدرجة ان بقى فيه اعلانات صريحة حاليا في الافلام والمسلسلات عن المنتجات وهنا نرجع تاني لدور الميديا في المشكلة دي فبقى فيه لنشوف في الفيلم او المسرح او التمثيلية او السيتقومز البطل بيركب عربية كذا والبطل لابس الساعة مركت كذا او بيتقابله فيه كذا فلا شعوريا ترتبط في ذهنك المنتجات دي بالشخصيات اللي ارتبطت بها عطفيا وتقتنع ان انت لما تلبس زيهم هتتقمى صخصيتهم وحتبقى عندك الكواليتيز دي اللي هي عند البطل الامور او البطلة الفضيعة او الواتفر حلقة الانفلوانسرز تاني هفكركم بيها فيها كل الكلام ده سألتها هنا سؤال اخير هل يمكننا الغاء تأثير كل هدي النرجسية في العالم علينا بما اننا عايشين بقى في وسط ده كله نعمل ايه بقى احنا كناس عاديين نفضل كده متعرضين للنرجسية وبنكتسبها وبنوديها لولادنا يعني نتصرف ازاي قالتلي بصي لازم نكون يعني واقعيين هذا الكلام صعب جدا اننا القاوم لاننا افراد الحل الوحيد ان كل واحد يهتم بموحيته الشخصي ادتني مثل ظريف اوي قالت كأنه بيزرع حضقته الشخصية يحسن نفسه وسلوكه وعلاقاته يبعد عن المؤذين يتصرف هو تصرفات جميلة ولازم نقول للناس ان محدش فينا هي بتقول لنا ولا انت ولا اي حد من ضيوفك اللي جوم واللي هيجو تاني نقدر نقاوم ده لوحدنا ازاي هنقاوم فيسبوك وجوجل وامازن مثلا فخلي اللطف والاحترام جزء من حياتك اليومية دي نصحتها لينا قول لو سمحت وشكرا لكل الناس مهما كانوا بسطاء ساعد الناس لما تلاقي حد بثماك في صعب او محتاج حد يقف جنبه او يسنده ساعده حاوت نفسك بالمشاعر والتصرفات الايجابية لو كلنا عملنا كده حنبقى اغلبية ونظرة الناس حتتغير للتصرفات النارجيسية تبقى مش مقبولة اجتماعيا ونستخدم السوشيل ميديا بتقول لي بقى اهم حاجة اننا نستخدم السوشيل ميديا فيما يفيد اللي هو الحمد لله احنا قاعدين بنعمله وهو عملين على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام بنستخدمهم في التعليم والتواصل والتعليم التفاعلي بحيث نبقى حاقت صد ضد كل النارجيسية العالمية دي احنا كده خلصنا طبعا شكرتها ولتنا متشكرين جدا اتفضلي معنا تاني نكمل الحوار قالت لي يا ريت وليلي تاني نتكلم في مرة تانية عن مواضيع اخرى وطبعا ده حيكون حاجة جميلة جدا اننا نرجع نعزبها تاني في المستقبل نكمل الكلام احنا كده خلصنا سلسلة شرح وترجمة حواري مع دكتور راماني اللي انتبهنا فيه لجانب مهم هو مسئولية ضحية النارجيسية عن الانتباه لما يؤثر في وعيها ونظرتها لنفسها وتوقعاتها في علاقاتها عن وعيها الذاتي ووعيها بما حولها طرق اكتشاف النارجيسين دي كل الحاجات اللي قلناها في الحلقات الخامسة دي تعلمنا عن الخوف الصحي اللي بينقص حياتها تأثورها بالرومانسية الزائفة اللي بتشوه توقعاتها من الحب والزواج والعلاقات قلنا حاجات كتير جدا في الخمس حلقات اللي ترجمنا فيهم حوارنا مع دكتور راماني الضيفة الجديدة بتستعد دي للتسجيل مفاجأة كبيرة جاية في السكة برضو إن شاء الله ولكن قبل ما نزل الحوار معاها هكمل كلامي عن دور الدراما في نشر علاقات والسلوك النارجيسي في العالم ده في حلقة منفصلة زي ما وعدتوكل الكلام فيه مهم جدا وحيقدي لحاجات كتير من اللي هنتكلم فيها مع الضيفة الجديدة إن شاء الله نستكمل بعد ذلك حلقات استضافة مشاهير الخبراء في النارجيسية حول العالم حصري ينعى قناة فخ الطووس الحمد لله أفضل محتوى عربي في الموضوع على الإنترنت بشكركم جزيلا على تفاعلك وحسن استماعكم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر